من المهمة في المنطق يوجد رأيان هناك ناس تؤيد استخدام المنطق في الزكاري الصناعي و هناك ناس لا تؤيد ذلك لنرى من المؤيد و من المعارض و هل هذا المؤيد من المؤيدة الفريق الأول هو علماء المنطق المؤيدين حل المؤيدين هم مين؟ هل نرى؟ الأول شكل لك المنطق هو قلب الزكاء الاصطناعي مناش دعوة بقى الانسان بيفكر بطريقة المنطق ولا لقى مناش دعوة فاول حاجة يقول لك بقى اهو ايد استخدام المنطق اهو ايد استخدام مين بقى الرتابة المنطقية ايد استخدام الصرامة المنطقية يعني الصرامة المنطقية هو ما فيش غير المنطق وبس انت بقى موافق على ده مش موافق على ده مليش دعوة ايد استخدام مين ايد استخدام النظم المنطقية هو النظام اللي هو زي ما قال مين بقى جون مكارسي وكوالسك اللي هو فكرة مين المقدمات والنتائج أنا ما ليش دعوة أنت بتفكر إزاي أنا ليه دعوة أني فيه مقدمات وفيه إيه نتائج كمان ده زي ما قال مين زي ما قال جون مكارسي جون مكارسي قال يا مستر جون مكارسي قال الأنصاق السورية اللي هي مقدمات وإيه ونتائج زي ما قال مين زي ما قال كوالسكي اللي هو فكرة مين منطق المحمول اللي هو مين ها القضية فيها موضوع وفيها محمول طيب رفضوا مين الناس دي رفضوا خد بالك من الكلام رفضوا العقل والزكاء البشري ما لهمش دعوة البشر بيفكر بيشعب البشر تمام كمان أيدوا حاجة اسمها مين النظم الخبيرة اللي هي برضو فكرة الإيه المقدمات والإيه والنتائج نجي للفريق التاني اللي هم مين علماء النفس دول سمناهم السيكولوجيين وقالوا على نفسهم يا جماعة المعارضين طيب ليه بقى الناس دي عرضت أول حاجة رفضوا تماما المنطق يبقى أول حاجة رفضوا مين رفضوا المنطق مش مش عايزين المنطق يخش معنا خالص أيدوا مين أهم أيدوا المشاعر العواطف أيدوا المرونة البشرية جميل عملوا حاجة اسمها إيه الاهتمام بمين خد بقى لك من الجملة دي هتبقى بلون مختلف العمليات العقلية المعرفية عشان كده اتكلموا عن مين الروبوت المعرفي القادر على إظهار المشاعر والعواطف اتكلموا عن الروبوت المعرفي كمان رفضوا بقى كل دي رفضوا حتى رفضوا مين ها رفضوا النظم الخبيرة هرجع بقول تاني الكلام اللي احنا بنكتبه ده هام جدا 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 يا رب يطلع كده ها اللي احنا بنكتبه يعجبكو يطلع عند حسن ظنوق يا رب